السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في طريق المعرفة الفيديو ده بصراحة انا عمله مش علشان اقعد اقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وعملوا لايقاته والكلام ده كله الفيديو ده انا عمله الوجه الله علشان لقيت في معلومة ممكن من خلال المعلومة دي لو وصلت لحد محتاجها ممكن تنقص حياته من ان هو يجي له مرض لقدر الله زي مرض السرطان ربنا يعفينا ويعفيكو جميعا فالفيديو ده مهم جدا ان انت تنشره تعرف بيه اصحابك تعمل له لايك اه زي ما قلتلكو انا الهدف ان انت تعمل له لايك او تنشره ان انت تكون سبب في عدم اصابة حد بمرض خطير اه وزارة الصحة بتقرر سحب واحد وعشرين دواء لعلاج الحموضة من الصيدليات الادارة المركزية لشؤون الصياد لبوزارة الصحة وقف التداول واحد وعشرين دواء من السوق تحتوي على مادة الريناتيدين. مادة الريناتيدين ديت فيه تحذيرات من احتواءها على شوائب من المواد المسرطنة المحتملة للانسان. بالرغم من المادة ديت او الشوائب ديت بيقولوا ان هي يعني قليلة ولكن فيه اه تقارير من ادارة الغزاء والدواء الامريكية اف دي اي وتقارير من وكالة الاوروبية لتقييم الادوية اي اي ام اي يعني فيه منظمات دولية هي اللي اه اتكلمت عن الموضوع ده وقالت ان الموضوع ده خطير وقالت ان فيه مادة او فيه مواد اللي هي تحمل الاسم العلمي ريناتيدين تتضمن اه احتواءها على مواد مسرطنة محتملة للانسان. الادارة بقى بتاعة الصيادلة بتاعتنا قالت سحب المستحضر بكل اشكاله الصيدلانية وتركيزاته الحين الانتهاء من الاجراءات التي تؤكد خلوق المستحضر من هزي الشوائب السرطانية من عدمه. عارفين زنتاج بتاع المغس وبتاع المعدة والكلام ده ده الدواء اللي هو بيتم سحبه حاليا زائد واحد وعشرين دواء تاني بيحتمي بيحتوي على مادة الريناتيدين. تمام? الادوية اللي انا هعرضها لكو دية هي الادوية اللي بيتم سحبها. ممكن انت يكون عندك آآ ادوية قديمة عندك في البيت او في صيدليات ما تكونش تحت السيطرة فموجودة عندها فانت بجاهل من الدكتور او من الصيدالي اداك الادوية دي فانت الادوية اللي قدامك اللي هعرضها لكو دية ادوية بتحتوي على مواد مصرطنة فابعد عنها حالا. ما تستخدمش الادوية دي. من اهم الادوية دية زنتاك بتاع المادة والاسوليك والرنتاك والحاجات دي كلها انا عشان بس ما غلطش في الاسامي انا هعرضها لكو دلوقتي او هي معروضة قدامكو دلوقتي. وطبعا بننصح المرضى اللي بيستخدموا العقاقير دية على آآ مراجعة الاطباء بتوعهم علشان يعملوا لهم بدائل للمستحضرات السابق ذكرها. الموضوع ده وقت مهم وخطير جدا يا جماعة. ياريت تنشروا الفيديو على قد ما تقدروا في الفيس في في الواتس في اي حتة. فلازم المعلومة توصل لاكبر عدد من الناس. مش في مصر بس في كل الدول. اي دوا بيحتوي على مادة ده هيعتبر خطر آآ لحد ما نشوف الموضوع ده هيرسى على ايه. بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.